تحت شعار لنتخذ خطوة لتغيير داء السكري انطلقت الاياد المتنقلة للكشف المبكر عن داء السكري بغلزان في تقديم خدماتها للمرضى والتي شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين ممن اجروا كشفات مجانية جيت اليوم بانحوس نعير اسكولا فينا السكر ولا ما فيش وهذه الظاهرة هذه رهي منتشرة في كل ولاية وحتى الاطفال كان لهم جناح خاص لغرض الكشف المبكر عن المرض وهذا لتجنيبهم الكثير من المتاعب التي يمكن أن تؤثر عليهم مستقبلا اسموني عبد كريم مصاب الداء السكري عمر 14 سنة دعتني الجمعين متنقلة مصابين بمرضى الداء السكري بش يفوتوا لنا اللي هنا كما كتشفت بيبة ديالي بسيكولوك يعاونونا اللي هنا يطونا بش يلعبوا لي جوي شي حيالي تخصنا رأي لنا قلي لا سيروس يلي قلي الدولة تدعمني تعطيني بوسيو غي صغيرة بنعيش بيها نا ويعيش بيها ولدينا ما تكش نخدم الكشف المبكر عن داء السكري يجنب المصابين مضاعفات كثيرة لكن عدد المصابين في تزايد مستمر والأرقام الرسمية مخيفة حسب رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى السكري في سنة 2013 سجنا أكثر من عشرة آلاف مصاب بالسكري على المستوى الوطني بولاية غيريزان سجنا يعني ولاية غيريزان لوحدها أكثر من خمسمائة مصاب يعني في سنة 2013 حتى المنظمة العالمية للصحة تدق نقوس الخطر في الارتفاع المدهل للإصابة بالسكري على المستوى العالمي ورغم الفائدة الكبيرة لمثل هذه المبادرات لما تقدمه من خدمات مجانية للمرضى لكن يبقى الكثير منهم يعانون ظروف اجتماعية صعبة على الدولة التكفل بمطالبهم الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر